محمد فكرت بينك وبينحلق من بعد غياب أربع سنوات بس رجعت بك ترجع على الساحة فكرت ترجع تعيد التجربة من جديد وتدخل عبرنامج مواهب لأنه نعم نشوف هلأ صار فيه برامج مواهب جديدة عم بتخرج والله شو فيه يعني أكيد هذا الموضوع ما كان قيد النقاش لسبب لأنه أنا لما بتعدت أربع سنين كان شغلي بعيد عن مجال الفن فمن 2013 تقريباً يعني فيه أربع سنين بعدت عن موضوع الفن كامل فما كان الموضوع مطروح ولكن لما جيت أرجع للفن لأنه الفنان مهما بيع تصدقيني يعني دائماً فيه فيه إشي بشدنا ما بتقدر تبعدي فيه جواكي إشي دائماً فيه شغف إحنا منحب مهنتنا حب إحنا أنا ما بيعطي برام هنا أنا بحب يعني كيف دي أقولك فيه علاقة غريبة بين أي فنان والإشي اللي عم بيخدمه لأنه إحنا عم نعطي إحساس عم نعطي مشاعر وتعب وموضوع فكري أكتر من إنه شغل بزنس يعني فما قدرت أبعد أكتر من هيك واللي جاي أحلى وعد محمد بعد غياب أربع سنوات وإنت رجعت بس صار فيه انطلاءة صاروخية لشخص تاني كمان اسمه محمد رمضان ما طلب منك أنه إنت لازم تغير اسمك حتى ما يصير فيه لغة لأنه اتنايني تكون محمد رمضان ومعقول يصير فيه لغة بأمور كتير واتنايني تكون عم تشغلوا بالفن والله مطلب مني أكيد بعد غياب أربع سنين لأرجعت أنا لقيت الدينية غير دينية لما جيت أنزل لأنه بعدت زي ما بقولك عن السوش الميدة حتى فما كنت متابع شو عم بصير فلما رجعت لقيت أنه الكل عم بقول لي يعني عشان موضوع السير شو كذا حنتعذب ومغلبني ما بدأ أنكر ولكن أكيد ما بقدر ألغي عشرة سنين من حياتي قضيتهم باسمي الحقيقي اللي هو محمد رمضان وهذا اسمي اللي عهوتي فأكيد مش هغيره والناس عرفتني هيك فكملت وإن شاء الله يا رب دائما أنا وإياه الله يا رب يعطينا اللي منستاهله يا رب أنا بدك تقنعنا أنه لو كان محمد رمضان الشخص الثاني النجومية أخف بكتير ما كانت طلبت أنه بليز غير اسمك أنه هلأ أنت ممكن تعتبر أنه هيدا الشغل رح تكون وجه خير عليك بانطلاقتك الجديدة هلأ هو ما في شك أنه هو فنان ناجح أكيد أنا شخصيا بحب أعماله التمثيلية أو الغنائية بقدم إشي لذيذ فرفوش خير حالك عم تقدم هيك شي لذيذ فرفوش مثله ما إحنا قدمنا إشي أكيد نفس الشي يعني بتحس أنه أنت على المسرح بس ببعض التحفظات يعني فيه انتقادات على مشروع محمد رمضان المصري أنه من كلمات من بعض الكلمات طبعا بعض المشاهد بالتصوير يعني أنا بحس زي ما عم بيصير فيه ضج عليه أنه لازم يكون فيه شوي تقيد بعداتنا العربية يعني مجتمعاتنا العربية يعني أنا بتحفظ على بعض الأشياء ولكن بحب جوه كتير بحب الزلم عم بيعطي رسالة برضو عم بيخلي فئة كتير كبيرة من الشباب تتفائل بالحياة يعني لما يشوفوا شخص بلش من الصفر وصار ما شاء الله نجم ناجح جدا في الوطن العربي يخلى كتير من الشباب يحسوا أنه الدنيا أسهل مما إحنا كنا متخيلين هي بدك تتعب وتشتغلي أكتر والله بوفي يعني معقول يصير في خلاف بيناتكم مستقبليا عن نمبر وان لأنه بيعتبر حاله محمد رمضان نمبر وان اليوم محمد رجعت على السحة معقول تختلف انتويه عن نمبر وان نمبر وان منه بصم له بالتمثيل له ولكن كل واحد نمبر وان بمجاله يعني أنا ما أتوقع هو مو برضى يقارن حاله بالمغنى معي ما أتوقعش يعني أنا بالنهاية أنا فنان مطرب هو فنان ممثل هاي الأصل يعني أنا ممكن أمثل بس أنا ما أحد أقارن حال فيه تمثيليا لأنه هو مثلا أشتر مني عندي أملك موهبة ممكن انت اليوم أشتر منه فنيا بالمغنى أكيد بالمغنى يعني هو مؤدي وليس مطرب احنا عم نحكي أكاديميا بعرفش شو رأيك قدي محمد خبرنا شو رأيك اليوم محمد اسميك عم بيمر بأزمة بمصر شو رأيك بهذا الأمر بتحس متل عم يتعلق له مشنقته لمحمد رمضان كانوا عم بيدفع سمن النجومية ياللي حصل عليها بسرعة والله إيش بزاعة العنجد يعني أنا برجع بقولك فيه تحفظات عليه بس يا جماعة لا تمنعه شخص ناجح منه يكمل طموحه هو بنهاية شاب هذا الزنمي مش الزنمي خلاص راحت عليه يعني بعده شاب وبعده عم يعني واضح جدا أنه طموحه جدا ضخم الزنمي ومشاء الله يعني أموره ماشي ليه تحرموه من النجاح أنا هاي مشكلتي أنه مثلا أي فنان بالدنيا أوكي في عندكم ملاحظات على سلوكه صحيحولوا إياها أو أعطوه ملاحظات إذا ما تقيد فيها ممكن يكون في بعض العقوبات بس مش تلت سنين حرمان من التمثيل أو من الغناء يعني تلت سنين زمن كبير أتوقع أنه زيادة على الموضوع يعني حرام حرام محمد خبرنا منك خايف اليوم من الكورونا يعني عم بينخاف في كثير أشخاص عم بخاف ويجوا على لبنان من بعد ما انتشر أنه في عنا حالة اليوم محمد رمضان يعني ما شاء الله حولك أمتها مسيحة في لبنان لكن ما ميت ولا عندك خوف ولا شي اليوم كورونا ما مخوفتك ومخوف بالوقت اللي مخوف فيه عدد كبير من العالم لا لا احنا ما منخاف لا لا وأكيد مشيك الموضوع أكيد أكيد خايف وحسبنا حسابنا وأخذت أدوية كتير يعني ما تتخيل أدي إنه شغلات احطياطية بس يعني شو بنا نعمل نكمل حياتنا منكمل شوه لنا والله كاتبه هو يصير بالنهاية إحنا منعمل لعلينا مناخد احطياطات أنت عجبتك إنه مش خايفة أنا عم بتخيل إنه معقولة أنت عم بتطبق الأمور تبع الأتيكات تبع سفوت غسل إيديك تغني هابي بيرسدي مرتين لا يعني ما بعرف قدي قريبة موضوع أتيكات أو لا بس خاصة بغسل إيدي عادي ممكن أغني أي غني تاني بس مش هاب بيرسدي ترجمة نانسي قنقر